ايا فهم احلى رجوع سلامة ومرحبا بالنس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا طوال ماضي 3 و 7 دقائق هذا يا ألو ايا فهم سبيسال سانتي باي ميت بونتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقربة بيبليك وتاخذ مع موعد على الانترنت وتنجم وزيدة تتفرشوا في الاميسيون مباشرة على موقع ميت بونتين وتخليوا الاسألة متعكم موضوعنا اليوم ما هو الدوالي وإلا ليفغيس وحضر بحضانة ودكتورة ريم بطاح بنيدر طبيب مختصة في الأوريدة والشرعين إذا كان عادكم أسألة في الموضوع عدية مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف دكتورة مرحبا بيك بحضانة في ايا فهم عايشك مرحبا عايشك اللي خليك دكتورة احنا اليوم بش نحكيوا على لفغيس لعبادي عرفوها لفغيس هاوك نقولوا دوالي مياه لعبادي عرفوا لكثار لفغيس وكيما نقولوا احنا تول ميسر متاحهم فهمت وقتهم ودوق بش نحكيوا على اليوم ونعطيهم هكا شوية نصائح باش متتعكرش الحال متاحهم ويستحفظوا على صحتهم احنا هبطنا للشارع التونسي واسألناهم حسب رأيكم ماذا هما 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 لفغيس دوما وين يجيوا كيفاش يجيوا أعراضهم اسكو فيهم علاجات ممكنة وإلا نسمو مشنو قاربا نجيبوه لفغيس توا معتش يعاني وملكين الكبار حتى الصغار كيف يجعل القلب ميك للمزايتة لكلها شحمية مرمى الموت سكر العروق لدي كلها كوليستيرو دخال معروف عليها هذيك اول حاجة تسكر عروق القلب وسقي فش تعرف واحد عنده عروق تلقى عنده عروق جويدة خارجة في سقي يبدوا لونهم أزرق ولا موف هذيك يعمل مفزق في الدم علاجوا في بيلي فما زرق يصرحوا بهم اما الحق عندي شكون في العائلة ممشيوش معها قولا دي دخاس غمقين باع زرق قولا دي صرحت بهم وذذي قولوا البحر والموجة متاع البحر تعاون برشة العبيد اللي عندهم في فاريس حكم خدمتي دي ما بالوقفة عرفتها كلي بشوية بشوية كانوا وجوائدين ماشيو يخشينو الكل ماشيو يكثر على سقايا الكل ولا مقلقني برشة وهذا يبطل توجي من الوقفة برشة متعب مقلت الراحة يتخثر الدم وتتساد العروق ترسيك في تسريح توليدها يتزريرك تتزرق ماذا بنا نمشيو الاطبيب نحاولوا ان رطحوا ساقينه حتى لو كان نتعب ونهار كامل في الخدمة على الأقل حتى كيف الراوح نحط ساقينها في ماء بارد نحطوا مخدة تحت ساقينها نعليبها بشو يرجع يسرقين لي نزرح ومارتاح فاريس يجي كي واحدة تبدأ تخدم بالوقفة خاصة ليفوندوز كي تبدأ تخدم النهار كامل هي واقفة واحد يبدأ قاعد على الكورسي ينجم يكون من الفاريس يطلع له وش بش نقول لك معنى الفاريس يبدأوا لطف يطلعوا كلي خضروا من الساقين وفهم برشة يتنفخو لهم برشة وتسير فيهم يسير معنى يغزمهم الراحة شوية بش ساقيهم معاش توجه نعرف الفاريس يجيو لنسي أكتر مفجئ والسبب هو الأمراض المزمنة كيف يشحن في الدم خاصة والسمنة وأكتر حاجة هي الماكلة الميدومة هي اللي تخلي يكون عندك الفاريس هاي الفاريس يعملوا جاية جيمة اللي عندهم الفاريس تلقى عرق ساقيهم منفوخة ساقيهم بيدها يعني منفوخة طريقة غير عادية تلقاهم الدم يحملوش الصخانة العلاج ما عنديش عالي فكرة كبيرة ياسر أما أنا عارفة اللي زمنة بعدو عالوقفة ونطيحو في الميزة وبالنسبة اللي تكيفو مضبيمة بعدو عالضخة والله بالنسبة لي أنا لفاريس فقط بهم يعني طلعوا لي مبعد حبالتي اللي أنا نرجحوا أنه لفاريس يطلعوا مع أنتا بعد تعب بمبعد الحبالة أكل الرز اللي في الحبالة الماكلة شخطو الماكلة يزمو حد طبع نظام غي ذائي باهي كنا نسمع فيهم دكتورة وسمعنا مختلفة في الأراء تنشوفوا الحاجات الغالطة بتبعتها تنحاول نصلحوها من أنها تكشل اللارب عم تعالى عشية نعود بفكركم الموضوع أن اليوم ما هو ليفاريس وحضرة بحتاني دكتورة ريم بطاح بنيدر طبيبة مختصة في الأول دواء الشرايين إذا كان عندكم أسألة في الموضوع دي تنجمو تكلمونا على الواحد وثلاثين ثلاثمية وثمانينة دكتورة ليفاريس موجودين ونسو الكل يعرفهم وبحكم الخدمة في الميسيون هذه تحس كل حاجة درجة يعرفوها العباد ما يهتموش بيها وما يعطيوهاش الأهمية متاحة ويستهنوا بيها ويخليوها حتى لين يتقدمو تسير فيها مضاعفات وقت اللي كانت من لولي إذا كان نلقفناها وعطيناها حقا كنا نجمو نرتاح ونعيشو سعاداء وفريحين ونعديو أمورنا أمريكلا بالنسبة للإفاغيات دي جان نفسروهم للعباد يقول لك أنا عندي عروق في ساقيا وعندي ازداد في العروق أسكو العروق هادوما اللي ذاهرين هما درجاء مزدودين ولا فيهم حاجة تانية صحيح لغة مختم تاعك هيجر أوفيد جان غالما يقول لك عندي عروق مزدودين يجي يقول لك عندي عروق مزدودة وعندي موفيسيكولاسيو بش نصلح جس للفكرة هذي خاطر هما ما همش عروق مزدودين الازداد يصير أكثر في الشرايين عند العباد المرضى بالسكر واللي تتكايف كوليسيرول والإنسداد متاع الأوريدة السطحية اللي هما ليفاغيس سيون كومبليكاسون هي من المضاعفات لكن هما في الأصل ما همش مزدودين بالعكس معناها هما ديفان أوريدة ديلتي من المتوسعة ومتضخمة والصمامات اللي في وسطها ما عادش تقاوم الجاذبية على خطر الصمامات هذيكا تمنع أنه الدم يهبط اللوطة للسيق وتخليه دي ما يدور من الأسفل إلى الفوق معناها في الدولة الدموية متاعنا الدم يرجع من السقين للقلب بالصمامات هذيكا اللي في وسط العرق في وسط الوريد النغمال اللي ما هونش فاغيس الصمام هذيكا بش يمنع أنه الدم يعود يهبط في السيق مع الفاكتور اللي بش يكون عنده الباسيون بشوية 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 كالعرق هذيكا بش يبدأ يتوسع يفسديلاتي الغيشاء الخارجي متاعه بشوالي مرخوف والصمام بش يبدأ على بعضه بشوالي الدم يهبط كنترسانس ويوالي يتركز الدم وينجار عليها الفيخ الدماء في الأسفل المتاع السيق مي ازداد سيون كمبليكاسون مضاعفات مهوش معنى الفاكتور مهوش عرق مزدود أسكول المرض هذيه ولا المشكلة هذيه جي لنسيه أكثر لو رجيه أكثر أسكول العبيد فم عمور معين قد رجعني غالما أقولك لفغيس عند العبيد الكبار أخي ومش صحيح يجي في الأعمار الكل هكا ولا ليه؟ في الأعمار الكل وقعدين نلاحظه أكثر اللي قاعد يجي حتى عند ديزا دوليسانت ولا لبنت ولا لأولاد اللي في العشرين وشوية ما فوق هذي كل نتصور يعود للنمط الحياة اللي يتبدل اللي فيه برشة سيدان تاغيته وقعات برشة ما عندوش عمر ما عاش عندو عمر بيانسيغ اللي عبيد اللي أكبر دونك هي عرضة روحها الأكثر فاكتور معناها العمر مش بركة في حد ديته ولكن كي بيش تلقى عمرها مثلا أربعين هلأيو ديجا مثلا لدو كروسيس انتيحة الملاحظة متاعك اللي المرأة أكثر من الراجل صحيحة المرأة معرضة أكثر من الراجل بحكم اللي هي عندها عامل اللي زورمان معناها اللي حبالة وخاصة تعددها كل كروسيس انه فاكتور كي أغراف الظهور للي فاكتور في السيق دايور المرأة اللي دا عندها موفي سيركولاشن ماذا بيها تباد على حبوبا على الحامل مثلا كي بش تصبر بيها بيانسور فما زيدا دوتر فاكتور معناها مش بركة اللي سيكس اللي الجنس هو اللي يدخل في الموضوع عندك الوراثة دونك اللي تلقى البو ولا اللوم عندهم لفاغيس هي اكسبوزي أكثر بش معرضة أكثر بش انها الديفلوب المرأة هذية مع الوقت عندك المرأة أغيسك اللي قبيل حكيت عليها على خطر عدم ممارسة الرياضة دونك الدم ما يدورش بالكدي بيانسور فما دي سبار معناه ببس ركوماندي نضحو بيهم أكثر للفاغيس ثم بعد نرجعو لهم السومنة زيد التلميزين زيدا من العوامل اللي لديت في الفاغيس بيانسور احنا في بلاد زيدا سخونة لذلك البيان شو معرضين أكثر العباد فيها انهم يدورون تتحركوا البيانسور احنا لدينا مهدوما هدوما هوا أبرد الأسباب تنتجد وحنا نكملو نحكيو بطبيعتنا عن الفاصل تاول نعود أن أفكركم مل موضوع متاعنا اليوم هو وحضرب حدين ودكتور ريم بطح بنيدر طبيب مختصة في الأول دواء شاريين إذا كنعودكم أسهل في الموضوع ديتنا جمو تكلمون على الواحدة وثلثين ثلثمائه وثمانين الف رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من تواحد اكشل الاربع متع العشاء تنجمو تكلمون على الوحد وثلاثين ثلاثمئة وثمانين الف موضوع عن اليوم هو اللي ضغيس وحاضرة بحدان الدكتورة ريم بطاح بنيدر طبيبة مختصة في الأول دواء الشرايين إذا كان عندكم أسهل في الموضوع دي تنجمو تكلمون على الوحد وثلاثين ثلاثمئة وثمانين الف قول من تعديو جوز دكتور العراض في الميك خطوة قالوا للعبيد اللي عندهم مشاكل متاع كوليستيرول ينجمو يستبو لهم فيزداد اذين متاع العروق اللي هو مش تعدون تتطور فاستقل اه فات هي بطريقة غير مباشرة ما هيش بطريقة مباشرة كيفيش معنا العبيد اللي بيش يكون عندهم الكوليستيرول يزون تندانس انهم بش يكلوا حاجات ما هيش صحية ويالبخزانت اكثر سمنة معنا عندهم مش معناها الكلهم معنا ما نحكي بسيفة عامة اللي بش يبدأ عنده برشا كوليستيرول طالع بش يكون عنده زيادة في الميزان وزيادة في الميزان هي اللي بش يتخليه اه معارض اكثر انه سقيت تنفخه يعمل ليفغيس مموش الكوليستيرول في حد ذاته دونك حبيت صالح المعلومات بياتك صحة دكتورة جست برابور للأعراض دكتورة جنرال مولعبيد اللي تعرف عن ليفغيس اول حاجة حتى ما تفهمش في المدسين تقول لك عنده عروق ظهري اسكو لفيد دجا للعروق بركة ظهرين اسكو لديك تدل معنى اللي فاما دي فغيس مشكلة متاع دي فغيس ولا تنجم تكون هو دجا عنده لفغيس من داخلهم في بروشبيون مش بضروري يكونوا ظاهرين ولا برزين العروق اذوك بي فاما اون كاتيجوري اول حاجة بش نجلب انتباه لها اللي تلقى البومتاحهم تخي 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 ترانسبرانت اه وتتوري العروق متاع الساق الكل مش معناها رهم فغيس هو ما ينجمش يعرف وحده الحاجة البسيطة هكا ينجمهم بينه وبين روحهم انهم العروق هذو ما مستويين وتحس معناها الخريطة متاع الساق لكل مصورة على الساق هذي هو ما مهمش دي فغيس نه بحقات فاما كيما لشبكة العنكبوت اللي انطوال داريني كالعروق الموف اللي مترشقين في الساق ساعات يبدوا ملمومين كي العنكبوته وساعات لا هذو كم سسون دي بيبي فغيسة نسميهم معناها مهمش دي فغيسة ما صغار صغار الاليستيتيك هذو ما اللي انشوفوهم ويقلقونا مش خاطرهم صغار وشوية معناها راهوا احنا الموفيس سيركولاشون بتاعنا واستاد متاع البغيس متاعنا راهوا صغير معناها مش كي نشوفو الفغيس صغير في الساق معناها راه المرحلة راهي صغيرة ومازالت كي بديت ساعات تنجم الساق ما فيهش برشة دي فغيسة اما يجي الباسيون ويقول لك ولا الباسيون تقول لك راني اخر نهار تستير قوي في الساق راهي صغيرة تتنفخ وتنجم معناها عند زوز ولا تليسة هكا شعرات حمر اما كي تجي تعمل ليكو دوبلير اللي هو بش يخلينا ان شخصو غيال ما المرحلة واستاد متاع البغيس دونك تشخيص بالصد والدبلة بها عربية هي تصويرات تصير في الكابينة متاع الطبيب باش يشوف فيها العروق باش يشوف بها سامحني العروق اللي الداخل ووقتها ينجم يحكم اسكو كالصمامات اللي قبيلة اللي كنت نحكي عليهم يخدموا بالقدي ووقتها يعني اذا الليكو ما يوريش مرض كبير من الداخل ويوري اللي العروق ما زالت تخدم بالقدي ووقتها بش يكون في مراحل احنا ماناش متطورة ووقتها نركزوا برشا على الوقاية وليجيين دو في عد الباسيون اكثر من هو علاج في حد ذيته لكن ووقت اللي اللي كو دوبلير هذي التصويرات توري اللي فام قصور وريدي في الاوريدة ليسا فاني تسميه ووقتها المرحلة المتاع البغيس تولي متطورة اكثر حتى لو شغلو كتي استيتيك ما هيش متطورة برشا معنالي شوفو فيه ما هوش موش ظاهر كيما من داخل معنى بالضبط بسعات يبدأوا فاما ان كونت خاديكسون ما بين الظاهري والداخلي لكن اذا وصلنا شوفنا العروق اكبار وخشاء وطورتيوز معنالها ملفوفين معنالها ع السيق هذي يدول اكيد اللي 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 بتعلي بغيس انتاعنا متطورة حتى كين ما فاماش وجيعة لازم الباسيون يمشي عادي باش ما يعرض شروحو للمضاعفات معنى زيدا مش اللي وجيعة بركة هي لازم تهز الباسيون باش يعاديره وفاما ديفاغيس كبار ومراحل متطورة برشا وتلقى السيق بديت تسمار وقريب باشي حل القرح لكن هو ما عنده حتى وجيعة هذا هو جست ملاحظة دكتورة خاترشاني غالماو العبيد كي يقول لك معنى ديفاغيس يشوفك الالوين الموف والخضرة ومستذرقة شوية هلونا ذيك عنده دخل في حدة المرض في البلاسة هذيك وإلا لي إلا وينا هما مجدون دخل هما يتفشعيشوفها موف زرقا نقول لك يا عندي فاريس قويين هل كن عنده دخل وإلا لي وفات وقت لي العرق باش يكون الالوين هي حالة حسب الكبر متاع العرق حسب الدياماتخ متاع الفاريس من اللول تبدأها كحمراء صغيرة وكل ما هي قاعدة تكبر باش تتعبأ أكثر باش توليها مغامقة أكثر بيانسور اللي اكتر من 3 مليمتر يوليو الزرق ماشين اكتر للازرق والاخضر مش للحمر والبلو والموف معنا سيان كيشون ديامتر لكن كنواليو ظاهرين وفوق الـ 3 مليمتر معنا هذيك سيان فاريس دون مش اللون سيان انديكاتور متع ترجط الخطورة خليم قولو احنا بيدكتور اسكو نجمو العبادي تشاكيو من حكا في ساقينة اي دونك هذيك نزيدا من الاعراض متاع الفاريس قلوبا ما مش ان بش نعمل مش نذكر شوية في الاعراض متاع الفاريس هما هذوما العراض اكثر الوقت يصيرو اخر نهار بشيحسهم اخر نهار بعد نهار وقفة قعد نهار كامل مثلا في الخدمة متاعه وراء البيرو دونك ان فالجورنيه بشيجي بشيقول لك تساقية تسطر ترزن وخاصة من الركبة وانتي هابت معناها سيبا دي دولاغ اكثر مركزين في الفخاذ ولكن اكثريتهم من الجنوب ومن الرقبة وانحنا هابتين بشيقول لك ساقية وين الكاحوين الشفيرة هم منفخين الحكة يدي فاريس تل ما يحكوا لينيوالي عندو اكزيما اكزيما وتولي وتولي تحك وينجم يوصل يخرج دم منها تل ما يحك فما السخانة شعلة بالسخانة وينجم يحكوا بالسخانة وينجم يحكوا بالسخانة دون ما تسخن الدنيا يتقلق برشا برشا هل كيف هم أعراض متاع مضاعفات دكتورا وإلا ليه؟ أعراض المضاعفات أي على خاطر وقت اللي هو يبدأ عندو عرق كبير في السيق ظاهري معناها 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 ضعيس كبيرة لكن هي ما كانش توجع فيه برشا وطريق يجي انتي بعد نهار وقفة ومشربش برشا ما تحصرك الدم هذيك وتسد العرق لهنا وقته يتسد وقته بشي ولي حس حبل أحمر سخون ويجع فيه برشا دونك هذو مثلا أعراض متاع الجلطة السطحية بيانسور الخطورة إنه ما يمشي شي عادي ويخلي الفلابيت هذيك تبدأ تطلع تطلع حتى لنتولي بروفوند معنا تولي عميقة معاك سطحية وقته سيب بكو بل كغاف الأعراض الأخرين هو وقت اللي هو بشي بدا يشوف في جلدة متاع السيق ملوطة بديت تسمار وبديت الجلدة ترهاف هذو ما أعراض يراها وبشوية بشوية لين تولي كيل كخوت على ضربة صغيرة تولي كخوت صغيرة وبعد يتح القرح دونك هو وقت اللي عنده أعراض متاع السيق وقعدها تسمار وتكحاء وقعد الفريس يحرق في الجلدة وقعد يراها فيها هذو ما أعراض دي دي ألاغم معناها أغعجي يمشي للأحمر هذو ما أكثر أعراض متاع المضاعفات اللي نجم نحكي عليها معناها دونك احنا بالنسبة للتشخيص كنا نحكينا عليها دكتورا اللي هو الإيكو دوبلير هذو كفاما حاجة أخرين وإلا كين الإيكو دوبلير فاما التشخيص السريري معايا كلينيك ما ووقت اللي يجي الباسيون باش نشوفوا اللون الجلدة كيمتا وكنت نحكي اللون الجلدة هذوكا ديجا دليل ديريكت يعدينا لستات كاتخم تعالي باغيس خاتر فاما من حتى يكشي للسيس دونك إلي سوفي شوفنا اللي الساق ملوطة بدأت تسمار وبدأت ترهى في الجلدة وإلا قاعدة تيبس خاتر ترهى وبعتوالي تيبس في بغوزة كأني ترضونا تضرب عليها معناها ديجا دونسات كاتخ اللي فغيس الكبار اللي نشوفوهم هذو ما ديجا فوق ساتروا دونك كلينيك ما نشخصوا لكن باش نكونوا فاصلين في الدرجة وخاصة شنو ما العروق المريضة وشنو طريقة العلاج الانسب للمريض باش نحدو للعلاج والمرحلة بالضبط باش نتعديو للعلاج والتدبير الويقائي خالي نقول خاترهم يسوبوا في بعضهم مزودة كنا سمعوا الكلام دونك نرمان مواجز من العلاج وانك تسمع الكلام ديجا دونك العلاج العلاج بيانسور يبا ديباندغ بالمرحلة متاع لفغيس دونك باش نقولو اللي للكو دوبلغاني نغمال وحنا في مرحلة ما هيش متقدمة دونك وقت العلاج بيكون الويقائي معنى النصائح باش نرجع نحكي فيهم ومعا ينجم يزيدوا انتخاتمان ميديكال معنى هادوية باش نقص علي لوجيع ينقص الفيخ فما واهم حاجة في اللي باريس سي الجوير بالضغط سي لا كنتنشون لكلاستاع اللي باريس لازم اذا اكتبهم الطبيب للمريض لازم يواظب عليهم ويلبسهم بانضان الجوانية على خطرهما اللي باش يمنعوا انه يتكدس الدم اللوطة في السيق هو اللي باش يخلي السيق متى تنفخش هو اللي باش يخلي السيق معاش ستتل فان جواني هو اللي باش يخلي يحمي المريض من المضاعفات متاع لفغيس دوك جانسيست على الاهمية الجوير بالضغط معانا ما لازم شويحي تقول اه والله هي سي انسابل شوسيت سي باينسابل شوسيت تلبسهم سي لتخاتمان نمرو اون دو لانسوزانس فينوز معانا اللي باش يواظب عليهم المريض مع النصائح باش ينجموا يعاونوا وينجم ما يوصلش للمضاعفات في المراحل اللي باش تتقدم اكثر شوية وقتها نجمو نقترحو عالباسيون الحقن اللي هو السكليغو تيرابي ويصيرو في الفاريس متاع السيق الهدف في انتحهم انهم هو تصليب وريدي معانا هو باش يشيح يذوب العرق هذيك بالدوالي باش نصبوها احنا في العرق لهنين نحب نرجع للغمارك اللي سمعتها قبيلة قالت باسيونت اللي فاماش كون عندها فاماش كون عند عمال تعمل تزريرك لكن ما وصلتش النتيجة تحب عليها وخلطت لها احنا احنا اول حاجة هما نجعين راول الحقن وقت اللي كونسي بيان فى نجعين المعناه هو من الاعراض الجانبية اللي الوقت اللي مش فى الحالة الكل معناه مش طرق الحقن الكل فى هم اللي فى اندزيغابل هذي هذي النقطة اللولة باي هذو ما اللي حكيو عال البيجمو نتزيغابل في العروق دجا الاخشن موش الستيتيك معنى الاخشن بالقدي والبيجمو نتزيغابل لازم يعلم عليها طبيب للمريض متاعه سأني في عالدزيغابل هنجم يسير هنجم ما يسيرش ما يكون خفيف وهو يتنحى مع الوقت موش دائم معنى موش دائم يسر دجا موش دائم وموش دائم يتنحى اذك لتنحى شوي بشوي يتنحى دونك يفو باس انكيتي دونك هذه هي نقطة اللي حبيتنا نقولها في المراحل التوالي متقدمة برشا اللي فما عروق مريضة في اللي كودو بلغم الداخل فما دو تكنيك سواء اللازير اندوبينو اللي هي القسطرة الوريدية بالليزر وندويه بها العروق الكبار الرئيسي اللي مريضة بيانسور والباسيون يرجع لحياته العادية من غدوة مهي جيراحة معناها في الحالية اللي متقدمة برشا وقتها باش نتلزو انها نقترحوا على المريض الجيراحة الكلاسيكية اللي هي من قبل كانت تتعمل معناها انفات جيراحة من قبل التوى هي الاجزيست و سي الميتود افكاس لكن التقنية اللي اجد سي لولازير اندوبينو بالنسبة للميكلة دكتورة اسكو عندها داخل خدر شبدوها في الميكو تخطو اسكو عندها داخل في انو تحسن الفغيس ولا ترتحنا من وجعتهم ولا يختفيوا ما يجيوش الجملة اسكو الميكلة عندها داخل وإلى لي يختفيوا ما يجيوش لي ما احنا نجمو نحسنو الغيشاء الخارجي متاع الاوريد متاعنا بالطريقة الاكل متاعنا دونك انا مش نعطي كالكو كونسي برعبور لازاليمان نجمو ناكلوها عدا غلقو الخضرة اللي هي تكون لونها أحمر وإلا بلو وإلا موف هما هذو ما الغلة والخضرة يبدأوا غنيين بمادة اسمها الفلافونويد اللي هي تقوي الغيشاء الخارجي كما قلت لكم متاع العرق كما البتنجين الفريز التوت العنب الأحمر تووقته البيتخاف الكرمب الأحمر اي الكرمب الشهير حباب السك دونك هذو ما الكل بحين بغل السيركولاشون فينوس وينقصوا الفيخ متاع السيق حتى الفلافونويد ينقصوا انتفاق في السيق الحاجة الثانية عندك الأغذية الغنية بالفيتامين سي خطرت نشط الدورة الدموية سيتان انتي اوكسيدان اقلما كما المعدنوس الفلفل القارس البردغين دونك هذو مزيدا عندك الأغذية الغنية بالفيتامين الأو كما اللوز بيانسور مش المالح نختاروا اللوز 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 اللي مش مملح خطر الملح بش يزيدنا في الغيتانسون دو بش يزيد في نفاق متاع السيق دجا حتى الميكلة متاعنا ماذا بينا تكون مهيش مالحة دي ما نقلهم لباسيون نص ملح مش معناها مالسوس مهيش مالحة معقولة ونفيد الأغذية اللي فيها لسال كاشي كما الشيبس والتماطم العجونية مثلا من كثروش منها الحاجات الملحة نقصوا منها دونك عندك قلنا اللي غنية بالفيتامين او سي الافوكا واللوز مثلا الأغنية زيدة الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كما البانان الشوكولات ميش الشوكولات نوار اللي يبدأ غني أكثر من ثمانية في المائة سبعين في المائة من الكاكاو مش الشوكولات الأخرى زيدة نافعة اه بيانسوق اليدغاتاشون الماء الماء ثم الماء ثم الماء تودين ياسيف يفو غيما سيدغاتي بيان سيدغاتي على خطر باش نسهلوا الدورة الدموية وباش تمنعوا من حدوث مثلا كل تجلطات في اللي فاغيس متاعنا معنا القدمة تشرب على قدمة الماء يبدأ أسهل الدم سمحني أسهل في دوران بتاعه سينان عاد أفكركم الموضوع اليوم هو لذغيس وحاضرة بحدنا الدكتور هريم بطح بنيدر طبيبة مختصة في الأول دواء شرايين إذا كان عندكم أسهلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 313 380 هجر حنيشي تستنى في مكالمتكم 313 380 يفام أحلى غاديو نبدو مع أول تليفون من العمران العلم مرحبا 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 ربك هنا أمي عنده لباريز آي قاعدة تحكي علي كل اللون رسيخ أو صل عند أمك إذا تقيح هي العروف اللي عندي أو تقيح العروف يعني عندي لباريز يعني هلي كدرت نقع عندي لباريز وبيش فاعدين يحشين وحاو آي سؤالك نوع عقيمة العنكبوت يعني نشد المسئلة باش تنصحنا أنا عمري ما داويت عليهم ما نشدش يعني نتعد كي ما صار لهم نبه لطفى عليهم لطفى عليك لطفى عليكم الزوس تتعديكم نصقح للزوس لطفى عليكم دوك وفيت بولا الوراثة الهناي ظهرة الأم والبنت بالنسبة للحاجة دوك مدام وصل للتقادة تتقرح لازم الطبيب هو يعطيها الجوارب الضغطة معا الكنتنسيون اللي تصلح بها هي باش تمنع انه العروق تعود تتحل من أول وجديد معنا كالتقرحات هذيك لازمش تقعد ديما ديما محلولة لازم نسكرها باش تتسكر لازم أول حاجة الجوارب الضغطة ولازم تداوي للمشكلة اللي هوم اللي باعي سيزم تداويهم دوك سواء بالنسبة للاختصاص باش نعملو لكودو بلغ التشخيص لمرحلة ويقترح عليك شنو العلاج لانسب هلك مثلا زرارة تكفي باش تعالج لباعي سمتاعك بيانسور مع الجين دو في ديما هذيك أي مرحلة ديما الجين دو في موجودة وما يقول لك شنو التخيط لانسب لك انت معنا يتنجم المشكلة يتحل ب دو سمبل انجكشون شوية زرارة في الكابينة والزرارة والباسيون يرجع يخدم على روحه يعني يزرق في الكابينة يمشي يخدم ويجرح 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 نمشي نمشي للمكنين معنا ناجح مرحبا بك ناجح عسلامة عسلامة مرحبا تفضل مرحبا برادي مسلسل على الغريف أي وما شماش ما أنا قلت العوامر دي لذاهرة من هذا زرقان ليد وكذا وكذا أما لكن رجلين يتفقوا منها من لوتا معناه ما عندوش عروق زرق ظاهرة باركزامبل ما عندو نفيخ فساقي هاي هاي كماش تراس بكل أما لكن ساعات يوقع نفع فرجلين لوتا ساعات يصير لنفيخ فساقي من لوتا شنو الخدمة تيهو شنو تخدم سي ناجح بلوق ما لازمش الباسيون والمريض يستنى انهم يظهروا لفاغيس هاي 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 باش يمشي عادي الاعراض كافية انه يتجه للطبيب باش يشخص له الحالة على خاطئ كيما قبيلة قلت راهو الظاهري مش مربوط بالداخلي ينجم الظاهري ما عنديش فاغيس كبير لكن هو العرق من داخل قاعد مريض يون فات ما يوصل يعطي الاخصان متاعه على بره بشي نشبهها بالشجرة خطر الجذع متاعه الداخل والاخصان هما اللي باش يخرجوا على بره معنى انت كي باش يعطي الوقت ناجم يتنفخوا الزوز لكن يكون المشكل معناها متطور اكثر في ساق واحدة مش معناها لازم تلقى المشكلة في الزوز عقل المفاس الاعراض موجودة في الزوز اه مشكلة في الجيل واحدة انا ثم ثم مرة ثم مرة ثم ركبة اعطت بلاسة من تحت الركبة يكون يسمى واريسة ظهروا في تصوير انت العادية انت العظام تظهر تعمل تصوير ظهر حاجات مش معصرين يكون زما يطلع واريسة لا انفيت مش الغاديو النورمال متاع العظام متوريش لبعيس مورد مورد حاجة كمانا وقت لازم نعمل الليكو لازم نعمل الليكو دوبل غرا هو مش الغاديو العادية متاع العظام وخاصة تقول يساق واحدة منفوخة غزان دوبلوس بشتم تيتعدي بانسور نتصور ما فسعتش ساقك ولا معلت معنى فو موفمان بش خطر وقت انوالي ومشكلة عظام وانتوخس ما إذا الساق منفوخة أخر نهار أخر نهار مش كما الصباح كما في الليل معنى بعد نهار كام الوقفة في الخدمة متاعك تتنفخ الساق هو دليل على الموفيس سيركوليسون يجب تتعدي عليها الحاجة اللي بش جديد تفرهدك لازمك في الليل تطلع ساق على حاجة عالية شوية تحت مثلا مخدها تحت المضربة وانفان جوغني لازمك تعمل بانو بارد ديم النفاخ والوجيعة والتستير للعبيد اللي عندهم تستير انتي ما تشكيش من التستير ما لازم تبرد الساق مش بانو سخون بالعكس بانو بارد النفاخ النفاخ ميسيري ديمة معنى هيك الساعة هتوقعو هيك شي هاي عطا تحل معنى معنى ديم ساعات ساكثر هو الموفيس يجب يمشي عادي معنى موج دائم دونك يمشي وجي على حسب التعب متاع والوقف بعد الجونار بي يعطيك الساحة سيناج هل لديك سؤال واحد اخر لا نحكي معنى هتمشي تعدي عند شريعين وقلب طبيب أوردة وشريعين هدا اختصاص او اختصاص اصحام هكا دكتورة فاسرل هو احنا انجيولوج هو طبيب اختصاص احنا مختصين في تصوير الأوردة والشريعين معنى بيش تمشي انتي لطبيب بش نعم طبيب أوردة وشريعين سيناجح الأوردة والشريعين اي قايدها بالقدير ان شاء الله لابس سيناجح خطر طبيب القلب والشريعين بيش يطلب التصوير من لانجيولوج معنى بيش يعاودي يتعدى بالاختصاص متاعنا بيش نعتيك الساحة دكتورة ان شاء الله بلطف عليك سيناجح نمشي والعين دراه معنا حنين مرحبا بيك حنين مرحبا بيك عسلامة مرحبا مرحبا بالدكتورة مرحبا بالدكتورة عايشك مرحبا فضلك انا والله حبيت نسأل الدكتورة انا عملي واحدة واربعين سنة وعندي في فرس في فق واحدة اما برجة معذبين معنى تشف كتساكل مش في سقي من لوترة وفي فخبي من فوق وتشف كتساكل هاكي كنف دائرة عاملين معنى مش معناها على سيخ مفارتين الكل وساعات نتقلق خطر انا نطلع برشا في الدروز ونهبط معناها معنيش خدمة ما في الدار معنى عندي فوق ولوتا نطلع برشا ونهبط في الدروز وتقضي برشا خدمة الدار برجة خالح شوية انت يعني وتقضي تقضي برشا مش حكيت دروز دروز وفات دروز اكتر سير ركبة سير ركبة سير ظهر الدروز مش تقلق اكتر ركبة وظهر ما لو فاتلي هي طالعها بتسيق قاعدة تقضي برشا في الدار القضية ساعات ساعات نطلع معنى نطلع نطلع مش معنى نطلع جيمة اما عوكي نطلع ونهبط ساعات معنى مش جيمة عمش نيقلقوني برشا ساعات طرعلي توجعني معنى وانا ما عم ممشيتش الحق لعديت عليهم لحدشي معنى استيسياليتي جاكي عندرا ذاك عليش حبيت نسئل معنى يا لندرا خاطر مرة شدني زادها شدتني وجاعة في قلبي عديت قطيت بيبالابيس معنى فيتات طب القلب ولكل لباس معنى لحدشي خفت معنى يا لندرا معنى يعني ليش حاج بهاكي حبيت تسئل الدكتورة معنى شنو ناجم نعم على حكاية وجاعة القلب انفت ساعات يقول لك قلب يسل عليها شوية ولا معنى نسمع المريض يجي قول لك ينحس هك ساعات يتقلق وانا مثلا الدوخة لخطر لفاريس هو مو دمها بتلوطة ولا ليس انا بالدوسان للتحت بش ينقص الدم على الرأس لك تصير ايبوتنسيون ضغط الدم ينخفض شوية ويسبب في دوخة لوقت لينبسوا لبادو كونتنسيون بش تطلع التنسيون وتتحسن دوخة هذي نقطة بين الظفرين معنى بالنسبة بالنسبة لك مادام الليفاريس اللي نشوفوهم قتلي هما متجمعين كل عنكبوتة تحسن كينو نسبة دائرة معنى هكي تحسن مر على الموف مر على البيولي معنى هكي اي اي هذو ما عفيت لفغيس اللي هما حسما انتي تقول ما هم شي يصير كبار لكن هما تحتهم في معروق اخرين ماذا بيك يا حبذاء تمشي تعدي بش يعمل لك التصوير خطر هي اللي بش تجزم يعني هي التصوير بش يقول لك كان التصوير اللي بس وقت قريت لانا مثلا النصائح اللي اعطيتهم بش تحاول تطبقهم بش يعطيك اللي بعدو كنتنشون يعطيك كدوة يخفف عليك لوجيعة ينجمون احنا مثلا في السيفية ستزاد عطيوا علاج فيزيائي الدريناش يتعمل عند نو كون خير لكينزي تغابت دونك فما عنا وسائل بش نفره دولوجيا من غير مثلا من تلازو نحقنو هنون دونك نجمون مرحلة ميش يصير متطاولة لك مقلقتك دونك لازم كتمشي تعادي بش تاخو أمو الدواء اللي رتحك بش تتفرهد بش نولد بولدي تبيب ما حبش يولدني خلي خاف معنى عندك بش هباريس بيني معنى النجم تتخلش معنى في سبحان الله معنى نعاش هج نخاف نجمون 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 تبقى لوليد بان سور جانسي على المخش المخش مهمة بش أن نجمون الهيجيان de في ديم لزم لزم نجمون 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 فيما الفيلو البسكليت وفيما العمان تواجهين دانيا صيف ماذا بينا نعمو قدر الامكان نعملو دبات مو هكا بزقينا وقالا كل بسكليا اما في وسط الماء بيانسوغ ندفديو الاوقات الساعة تسخونة في النهار معناها اي بسبيعا دوك ننصح كنك تشو برشة ماء تمشي تعدي تعمل الماخش متاعك اتنقص شوية من القذية معناها تقضي شوية وترتاح تسقيك شوية بيانسوغ لازمك تعدي باش نفهمو الوضعي بالضبط ماذا عليك عايزك عايزك دكتور مرحبا مرحبا شارع بيوصل بسي ان شاء الله هتك ساحة دكتورة نمشيو الجربة معنا فتحية مرحبا بيك فتحية مرحبا بيك فتحية مرحبا بيك فتحية مرحبا بيك بجربة مرحبا بالله نسأل دكتورة شوية لساتة توجع فيها لطفا عليك مرحبا وحتى كينبت واقفة مش متفهم منها وين تجا تحرق فيك مدام فتحية الفارة من جنب من تالي الفارة من تالي ايه معناها من برا من برا تحرق معناها ملجمش حتى لوقف لكي نرجع للواصل معناه عرقك كيف يومي؟ والحريق هذية يهبط مع الخضم الفوق ويوصل حتى للفارة؟ اي فالميكا للفارة يطلع لي حتى المحروقا فيك ظهرك يوجع فيك؟ اي 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 تعمل لي وجع حتى في ظهرك لازم تمشي تعديا اكثر عن طبيب العظام وروماتيزم خاطر ينجم يكون عرق النساء السياتيك معناها وينجم يكون عندك الفاريس وعندك مشكلة زادة في الفار نجم يكون الزوص خاطر حرقان تلمولي كان فريما ومعنديش دو كروس فاريس معناها وتخاجي معنى تقول لكم من فخدي حابة اللوتا الاكثر نواجهوها من الطبيب العظام شوف بالك شنجم يكون عرق السياتيك كذربة الضوة دي كم فوق اللوت الله طفعليك شعلا لباس شعلا لباس شعلا بلطفعليك مدام فتحية عايش كبارك الله فيك الله يخليك نعود بفكركم الموضوع اليوم ما هو الفاريس اذا كان عندكم اسألة في الموضوع دي نجم تكلمون على الواحد وثلاثين تلاثمية وثمانين الف ماتبعدوش بعيد عرج عينا واحة كشلال الربعمة على عشايات نجم تكلمون على الواحد وثلاثين تلاثمية وثمانين الف موضوع على اليوم هو الاضغيس وحضر بحضاني دكتورة يمبطاح من يدر طبيب مختصفي الأوليد واشرعيين مرحبا بتليفونيتكم مع الواحد وثلاثمية وثمانين الف نشول سفيقس معنا منير مرحبا بيك منير تتنفخ. ما ما فيهش عروق ظاهرة ولا حاجة. ما الساق يتنفخ. اي? وقت ايش تلنفخ اذا يصير سيمونير? عدو برشة. اوه وخاصة ان قلتن في الصيف. في الصيف اكثر مش تعشتاع شوية عبرك اما في الصيف. ماتقلقنيج ماتقلقنيج مواجعة. تم بزحات تعمل شوية سخانة وبره. اي? ما توجعنيش. ماش من تسأله دكتور. اه اسخانة هو اعراض معناه مش مجيعة بركة هي اللي بيش خليك تمشي تعديه. المنفخ متاع الساق. اللي قاعد يزيد في الصيف هذ هي دليل اللي هي موفيس سيركولاسيون في الصيف. معناها فما مشكل متاع دورة دموية. وتقول لي سخانة زيدا هكا ولا لي? اي 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 اذا تعمل سخانة شوية. هذك هذة هي هي الموفيس سيركولاسيون اللي العامية. نقولوها فاريس موفيس سيركولاسيون. معناها راه دورة دموية مايش قاعد تقوم بطريقة اه صحيحة وخاصة اللي قاعد في الصيف خاطر الصخانة اتقلق العروق وتقلق الفاريس دونك اه دونك الاحسن واحد يمشي شخص الحالة باش حتى كان طلعت معنا طلعة شوي معناها بتاعك متكونش متطورة وقتا جزء يعطيك تختمة للصيف ويعطيك التدابير لازمة باش انتي تعدي الصيف مرتاح من غير اه انا اتبع ان امسيه اختصاص اوردة وشرين اي شرايين اذا اوليدة وشرين او ريضة وشرين اي شرايين ازوز زوز يا سيمونير اوردة وشرين حتى رهو مشكل في الاوردة راه ومش في الشرايين معناها الموز سيركولاتيون هذيه والفاريس راهو بروبلمة بتاع واريد الوريد مش الشريين دونك لازمك تتبعي مختص في الاوردة والشرين واحد اضرح وزار نجم يكون في ساق واحدة المشكلة انتي باش ترتاح من وجاعة ذي لا في الساق ليمين لا في الساق ليسار هم يتمشي لطبيب سيمون ويربشي يتفقد الأمور ويعطيك شوية نطاقة حكي باش ترتاح انتي وترتاح من وجاعة نيب ده مش اختر حاجة والمخترك الاختر ما ينجم الاختر ما النجم واحد يعرفه إلا ما يعرف في الليكو في التصويره اسكو العرق اللي تحمل داخل اللي انتي عندك في الساق اللي قادة تتنفق اسكو يخدم بالقضاء وإلا لي كانو يخدم بالقضاء نونك وقتها وإلا في حتى بداية ينجم حتى فيه مشكل لكن هو بداية متاع موفيس سيلكولاتيون بداية فاريس وقتها باش يعطيك كل ما هو لازم باش احنا نلقفوه وما نخليوهش يوصل كله يمرض وما نتلازوهش باش نعملو لازاغ ولا لجراح وكان باش يلقاه الكله مريض من الداخل وانتي مش فاطن به وهو اللي عاملك المشاكل هذيه الكل باش يقولك لازمنا نداويه والعرق المسؤول على النفاخ والصخانة اللي في ساقك يعني في الاخر التصويره والتشخيص راه هو اللي باش يمكننا الحالة نعرف الحالة كيفية وطريقة العلاج وطريقة العلاج معنى مش معنى لازم حاجة تكون خطيرة لازم كتمشي تعادي باش حتى كان هي بداية تتداركها من التوى وتلقفها بحاجة بسيطة باش ما نوصلوش للحاجة خطيرة عليش واحد من لازم معنى احنا عنا الموطاليتي انو ما لغز ما من عاديو كان كتبدا حاجة احنا بالعكس احنا نعاديو باش ما توصلش تكون خطيرة وتقلقنا احنا بي نعتيك ساحد انشاء الله لابس انشاء الله لابس سيمونير نمشو البنزارة معنا سي بشير مرحبا بيك سي بشير السلام اقتي لابس الحمدوله عايشك مرحبا بيك تهضل والله الحمدوله عايشك دكتورة بلاي محبنا تسأل الدكتورة بالله على ليفاريس اسألني اه الدكتورة عندي انا ساقية زوز مرضى بالليفاريس ثم عندي ساقل سار فيها برشة ليفاريس وعندي كل انا عندي مريضة عندي من المحصوب من الفانتاعيه وعلي فانتاعيه 22 سنة من لي عمر 22 ولا توا عمر 22 توا عمر 8 انا عمري 35 اي امشيت انعدي عليها عند التبيب وكذا وعطياني تريتمون حكايه تما ما حبب الشي ترفم معني ريتم معني حتي هكي مثلا تولي لي كتراك تاكية كيف الوساكي اللي حكيت عليهم الكل موجودة في سيجي لي سارة ليه بتاع. بي اسكو عملك قبلك التصويره وإلا ليه? عملي التصويره بك لوقت عمل التصوير. ما عندها برشة ملي عديت. ما عندها برشة معني وزيد وكبروا برشة هما لما حس. ينجم مقتلي عديت اول مرة التصويره ما كانتش مثلا توري حاجات اللي آآ متطورة يسر بش هو يقول لك لازمنا نعملوا مثلا آآ اللي حكيت عليهم آآ معنا ينزرقوا في اللي فاغيس متاعنا. دو كعطاك wollen والحاجات آآ بسيطة لكن انتي مثلا بحكم خدمتك ăلا بتاتخفى لعائلة عندكم لي باريس اللي اتطورت معنا يم وان اتنين عشرين الخمسة وثلاثين نحكيو على ثلاثة سنة اه عشر. عشرة شوي ثلاثة جدي 80 سنة وفيهم وقفة ولا فيهم مقعد وفيهم ويراثة ولا فيهم يزيدو. ماشي معنا يا راه عمل تصوير عندك عاشة سنة للمرحلة بيش تقعد هي هي والتريتمان يقعد هو بيدو. لازم تعاودة تمشي تعادي بيش كتداويهم بش مزيد وش خاطر نعمل ماهو كتزرق مثلا اذا الاقترح عليك الزرارق وزرقت في الهوالي على ذكي دكتورة نحب نستلك انا بلاي دكتورة على حكاية الزرارق هذا ما معناه كيفيش معناه 3 مو كيفيش يصير هذا معناه ميخوفوش عادي معناه مهمش الزرارق ماهيش متود جديدة الزرارق والبرودوين استعملوا فيهم من عشرين سنة وفوق الدوية هذية الميتسان بش يزرقوا في وسط الفاريس متاعك بش هي بش هي بش يتذوب الفاريس هذيكا دونك بش تتنحها من ناحية الجمالية ومن اللي قلق والوجيعة متاحها خاطر هما بش نحيوهم بش يذوبوا بشوية بشوية بش تتسكر الفاريس هذيكا خاطر هي محلولة احنا قلنا بش تتسكر نلحموها شوية بلا بدوية وتبدأ تذوب بتذوب شوية لين معاش تتراب الكل دونك حتى البلاسة اللي بش تحك بيس كل الفاريس هذيكا بش تتنحها معاش بش تحك وما بالعكس ما فيهم حتى اختروا ما بالعكس والنجاعة متاحهم اه 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 افكاس هاي عندك سؤال واحدة اخرت البشير والله الحمد ده بيناس للبكتورة كماش بلا يختروا معناه على الصحة مثلا معناه كي واحد مثلا يبطع لها شوية بش يدوها والحكاية اه سادي باوم المرحلة وسيقك ملوطة اسك بديت تسمار اسك عندك كلا بديت تسمار بسوص تسمار معناه احنا في مرحلة اربعة واحنا المكتمام هو الستة 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 ماذا مازمشو احد ياخدت لخمسة الستة بلايك انت عملت مدير اذا مش موضوعا هي جيهنا تقدم لك النصائح سيل باشير وعطيناك النصائح الكل وانتي بعد ليلة كملكتو تعرف الطبيب اللي يساعدك ناجم دمشي الوخط اهنا عطيوش نوامر هنا وكما افسرنا عطيوش نوامر ومعطيوش دويات ما زمي وحد احد نفيدو فيكو مكاو اذا ما دام سمارت الساق وانفيت ما دام سمارت ساقك ملوطة الساق لازمك تمشي تعدي على خاطر المرحلة اللي بعد انه هي من مرحلة لمرحلة ميش في لي لونها قره هو 13 سنة قعدت بشوالات ساقك سامرة ملوطة مش معناه لازمنا نستنيه وخمسة سنين وستة سنين اخرين نتحل لقدر الله لقدر الله قرح في الساق شقولوا اه والله يلازم يمشي نعدي تاو تحل قرح دوك احنا كواحد يمشي عدي بش يتفادى انه المرض هذي كي يتطور على مر السنين راهو المرض ما يتطورش في ليلة ونهار راهو يحبلو برشا معناه يحبلو 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 وقت ياخذو وقت دوك مش معناها لازم المريض يتهون وما يمشي شي عدي على خطر يعطيك فرصة هوا قتال موتويل يعطيك فرصة بش انت بداوي في الوقت معناها فهميو هكا خير ملينا نزيد تطور اكثر الحالة ميلحكا الكل والاقلاق الكلو يتنحرك يداوي لفغيس بيانسير راهو مرض مزمن ملازم يش نساوي ليهو مرض مزمن شمعناها يعني احنا كي نداويو عالفغيس مش معناها روحيتو كل ما يرجعش كل ما تيرجع غالطة راهو خاطر هما يظهروا دفغيس جدد في الساق خاطر احنا الامرأة اللي بعد ما بش تداويو بزيت بش تاقي في ترابي صغارها بش تاقي في الكوجينة بش تخدم في البيرو دونك مع الوراثة ما فهميش هدية بنداويو لفغيس عمره ما يرجع هو يطلعوا دفغيس جدد في الساق دونك ماذا بينا حتى اللي يداوي على فغيس متاعه ما فيها بس مرة في العام يمشي اعدي تفقد روحه واحتياته واحتيات معناها هل ساعات يقول لك علش نداوي كي هو يرجع ليه انتي الداوي بش تمنع من حصول المضاعفات وتتطور الساق ودعينك عليهم تبدأ عرفهم هم هوين واصلي معناها اللي عندو السكر ما يخوش الدواء على خطره هو مرض مزمنة مو يخد دواء ماذا كبتات يزمو ياخذ الدواء ماذا يمشي يتفقد العروق متى السكر يحب العروق اي يحب العروق للشرايين بيانسيوك مش ليه فغيس اي اه اما كي بدأ عندو سكر ويعملوا قرحة ذاته مش بهي السكر يعمل قرحة اه مش شرايي مش شرايي القرحة اللي تصير في الساق من الوضاعفات متاع الاوريدو هو عندو سكر مش بهي مش بيه على خطر من الجموش نضغطو تعف عليش على خطر من الجموش نحطو لبادو كنتانسيوك خطر شاين تاع وتنجم تكون ممسوسة donc من الجموش انكم بخيم donc بشي تعطل مهوش بشي الحم في سا على خطر اهم حاجة في البنداج واللقانسيوك من الجموش نحطوها خطر يدشارين نجمكون مسدودية نعم 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 برشا زيتا. مهم. بيه نور مانو كمانا كل شاي? دكتور? حكا ولا ليه? انا هاني في الخدمة. طبق اصل الاخرين بس اه سيقول مخطوفة يو ريكا. الوقت معكم انها ما يتحسش. اي شكرا بي فاضلك. ربي خليقاتك صحة دكتورة. دونك في واحدنا دكتورة ريم بطاح بن يدر طبيب مختصة في الاوري دواء شرايين. معسي لشايمة في الاعداد. معسي الامين في الاخراج. معسي لزملائنا في ايا فاما تيفي. كات معكم هجل الحنيشي باي باي في الامين.